ما إن يعلو قرص الشمس وينتصف في سماء سامراء بصلاح الدين حتى تبدأ دورة حياة النازحين المقيمين هناك ولا جديدة في تلك الحياة سوى أحاديث النسوة اللواتي يشكون طول المقام بعيدا عن بيوتهم التي هجروها جراء سنوات من العنف والعمليات العسكرية حيث لا خدمات ولا دعم حكومية أو أممية يقضي هؤلاء ساعاتهم الطوال التي تمضي عليهم كما يقولون كأنها دهر ويزيدها غياب فرص العمل والتنمية ما يقلل بحسب منظمة الهجرة الدولية في العراق ورص عودتهم لمناطقهم ووفقا لأحدث تقرير لمصفوفة التبع النزوح من قبل المنظمة الدولية للهجرة في العراق تقول المنظمة أنه على الرغم من عودة أكثر من 590 ألف نازح في عام 2018 فإن وطيرة العودة آخذة في التباطئ حيث يواجه النازحون الباقون البالغ عددهم مليوني نازح من أصل نحو 5 ملايين ونصف المليون نازح يعانون عقبات كبيرة في العودة الأضرار والدمار الذي لحق بمنازلهم ونقص فرص العمل بالإضافة إلى انعدام السلامة والأمان في مناطقهم أسباب تؤكد المنظمة العاملة بالعراق أنها ترجح تفكير 30% فقط من النازحين بالعودة خلال الأشهر الستة المقبلة في حين أن الغالبية العظمى من النازحين ليس لديهم خطط فورية للعودة إلى مناطقهم وعلى طول هذه المخيمات وعرضها والتي تضم نازحين من المخافضات الثلاث الأكثر تضروراً نينوى والأنبار وصلاح الدين يبدو أن الحكومة لا تمتلك خططاً لعودتهم أو أعمار مناطقهم ومجغولة بحرائق سياسية تعزز مكتسباتهم على حساب النازحين المتركين لمواجهة مصيرهم حيث يقول رئيس بعثة ونظمة الدولية الهجرة في العراق جرارد وايت إن الطريق لا يزال طويلاً أمام عودتهم ومن الضروري التفكير بتوسيع نظام الدعم لتلبية احتياجاتهم المتزايدة